المحاضرة السابقة بدينا حتشينا عن النيربال سيستيم وقلنا انه سوينا وقلنا انه النيربال سيستيم وقلنا انه نيربال سيستيم اللي هو consist of brain and spinal cord والالسكن ديفيجين اللي هو البروفرال نيربال سيستيم which is consist of سينسوري and motor طبعا السنسوري ينقسم ايضا الى two divisions اللي هي special sense and general sense والموتر ايضا ينقسم الى somatic و autonomic nervous system والاوتونومك ايضا ينقسم الى two important divisions or components اللي هي السمباتيك and parasympathetic nervous system وطلعا بدينا بالسنترال nervous system بدينا بال spinal cord وحكينا عن general functions of spinal cord واليوم حنكمل حنكمل المحاضرة مالتنا وصلنا الى ما يسمى بالغري ماتر طبعا الـ spinal cord histologically يتكون من central part اللي هو الغري ماتر اللي يكون edge shape او better fly shape والبروفرال بارفرال بارت اللي هو الوايت ماتر زين اللي غري ماتر of spinal cord is central core of gray ماتر that looks somewhat better fly مثل ماغلت or edge shape in a cross section يعني من يار ماغلت 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 الراح Mlmat cm2 ıy مو 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 Mnm Gj شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة and we talk about the spinal cord which is an important part of central nervous system and also we mentioned that the spinal cord carry certain important basic functions and also we mentioned those functions in the previous lecture nowadays we will continue with the spinal cord as I mentioned if we take a section in spinal cord it will present as the central part the central part of spinal cord if we take a section in spinal cord the central part of spinal cord this is going to be a gray matter بينما المنطقة اللي حول اللي غري ماتر راح تبين لونها أبيع الغري ماتر شكله راح يكون إما H shape حرف H أو مرات يسمونه better fly shape هذا ليش ال central part اللي هو الغري ماتر بين بهذا اللون وليش المنطقة اللي المحيطة اللي هي surrounding to grey ماتر طلعت باللون الأبيض وسموها white matter منو يقدر يقول ليش هاي grey ماتر بالتسمية وليش هاي white matter دكتور الله السلق بديز موجودة بالقري ماتر من الجمعة والنيورونات فتكون غري ماتر أما الأكزونات تمتد فتكون المنطقة البيضة الوايت ماتر ممتاز مرتبا كل زيان لأنه هذه المنطقة ليش طلعت غري متكتسة بيها النيورونات السيل بدي النيورون مثل ما تعرفون أخذتوا structure مالو أكيد يتكون من سيل بدي وفتشي extension طويلة يسمونها exon زيان فهذه النيورونات السيل بدي باللي غري ماتر من الجمعة منضيتها لون غري رمادي لأن تدرون أكو بداخلها نيوكلياس أكو بداخلها مادة وراثية زيان فهذه لونها راح يكون غري زيان غري نيورونات السيل بدي السيل بدي تجمع أجسام الخلايا العصبية في هذا المكان ينطي هذا المكان لون غري رمادي لذلك سميت بالغري ماتر بينما المادة المحيطة بالغري ماتر اللي يسمونها الوايت ماتر اللي هي المادة البيضاء باللغة العربية ليش مادة بيضاء لأن ما بيها نيورونات السيل بدي بيها فقط أجسام الخلايا العصبية بالغري ماتر نيورونات السيل بدي لذلك تبقي لونها أبيض يسموها وعايت ماتر هذا المغري ماتر اللي غري ماتر اللي هو الكور consist of mainly of two posterior أو مراتي سمونها دورسل and two anterior مراتي سمونها ventral horns the right and left sides are connected by gray commissar in the middle of commissar is central canal which is collapse which is collapse in most area of adult spinal cord but in some places and in young children remain open and lined with ebendimal cells and filled with TSF هذا اللي غري ماتر متكون من شنو متكون من anterior horn and posterior horn زين هاي الصورة هاي الصورة هاي vertebral زين اكو بداخلها مقطع هذا المقطع الوسطي اكو بداخل المقطع منطقة لون هطوخ عميقة جوزية هاي هي الجري ماتر شكلها شكل H حرف H H shape زين هاي بيها anterior horn and posterior horn زين anterior أو سمونه ventral ودورسل أو سمونه posterior زين بالنص بالنص زين يربط اطرافها اكو فرد شي يسموه commissar بنص الكوميشر اكو opening هذه الأوبيلينج يسموها central canal هذه بالاطفال central canal موجودة وبداخلها CSF بداخلها شنه CSF سائل نخاعي شوكي تكون هذه central canal مبطنة بشنه بشي اسمه epindymal cell epindymal cell طبعا مثل ما تعرفون اكيد شرحو لكم بالهستولوجي انه types of cell بالنервous system هي اكو two type اكو functional unit اللي هي النيورون واكو supportive cells supportive اللي هي يسموها glial cells اللي من ضمنها epindymal والأستروسايت زيان وما يأتي من خلايا اخرى هاي يسموها supportive cells زيان فهذا central canal بالاطفال موجودة وبداخلها CSF سائل نخاعي شوكي ومبطنة بالابن epindymal cell بالابن بالأدل شي صير بيها central canal صير بيها collapse collapse تنسد صير بيها collapse زيان هذا الكوميشار اللي يربط ما بين left gray matter والwhite gray matter زيان اللي هو يربط ما بين right side of brain وال left right side of spinal cord والleft side of spinal cord يسمونه كوميشار يسمونه كوميشار زيان فإذا هسا عرفنا انه the spinal cord يتكون من central part اللي هو gray matter واللي هو يشمل على neuronal cell bodies لذلك يكون لون gray بينما area surrounding the edge shape gray matter هي يسموها white matter وهي عبارة عن extensions of neuronal cell زيان طبعا هاني يحكيين هاي شغلات يقول نير طبعا هذا الهورن الانتيرير والبوستيرير البوستيرير هو رسيف السنسيري اموت الدورسال هورن رسيف سنسيري اموت يعني يستقبل يستقبل ال اشياء الحسية يعني شون نقول السيغنال الاشارات الحسية يستقبلها الانتيرير او الانتيرير تطلع من خلاله الموتور سيغنال الاشارات الحركية طبعا الدورسال روت في بعض المناطق من الانتيرير خصوصا باللمبر والسير رايكال اريا اكو بيها شي سمو انتر نيرون يعني قبل ما يطب السنسيري نير فايبر قبل ما طب ال ال هورن اكو فات انتر نيرون يدخل عليها انتر نيرون هاي وين موجودة موجودة باللمبر والسير ويقدر 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 يقول لي عوني موجودة دكتور وياك ليش اللمبر اللرجمن ما للسباين الكورد والسير رايكال اكو بيها انتر نيرون قبل ما طب السنسير نير فايبر الى الدرسل هورن أوف سباين الكور ما عادكم جواب اوكي زياد نكمل اذا هسا عرفنا انه اكو انتيرير هورن تطلع من عنده الموتور نير فايبر واكو سينسيري هورن اللي هو يستقبل السينسيري نير fibers زياد and additional lateral horn is visible on each side of gray matter from segment T2 through L1 of cord it containing neurons of sympathetic nervous system which sends their axons out of cord by way of anterior roots along with somatic efferent fibers اذا هذل spinal cord ما بس بيها anterior posterior horn ال posterior sensory anterior motor اكو بيها ايضا lateral horn بس هاي lateral horn مو موجودة على امتداد السباين الكورد كله لا موجودة في مكانات في مكان محدد اللي هو يمتد من T2 T2 L1 يعني T2 3 4 5 6 إلى T12 بعد L1 وينتهي L1 وينتهي هذا lateral horn شنو الوظيفة مالتو يدخل بشنو منو يقدر يقولي شنو وظيفته هذا lateral horn الانتير horn motor function ال posterior horn sensory function lateral horn شنو function مالتو دكتور هو اللي ينطل شكل مالتو لقري meter يعني ينطل اللي better fly or edge shape يعني هذا كمنظر morphological بس function physiology physiological شنو شنو فائدته هذا lateral horn شنو شنو دور وشنو رول ماله دكتور علمود autonomic nervous system عبدالله علمود شنو ال autonomic علمود autonomic nervous system اذا ال autonomic nervous system ال neurone مالتو ال neurone مال autonomic nervous system تطلع بالمنطقة المحصورة ما بين T2 thoracic T2 thoracic segment وال L1 lumbar segment فإذا من T2 من T2 الثاني بال spinal cord بالمنطقة الصدرية بفتور السيك الى Lumber L1 الاولى هاي كلها اكو بيها لاترال هورن اكو بيها لاترال هورن مسؤول ينطينا شنو ينطينا لل neurones اللي مسؤول عن autonomic nervous system شيقصد بال autonomic nervous system بيها ممتاز بيها يقصد بيها sympathetic and parasympathetic sympathetic and parasympathetic هاي يقصد بيها الوتون السمبثاتي اي السمبثاتي and parasympathetic وليس السمبثاتي بوحده اثنيناتهم لان هم متوازنين يعملون بطريقة متوازنة لانه اذا صار predomination عدل physiological predomination اذا صار abnormal predomination الواحد من عدهم على الثاني راح يسوي لنا مشاكل يعني اذا صار السمبثاتي predominant على على الparasympathetic راح يصير عدنا شنو راح يصير عدنا تاكيكارديا وسويتينج وما شابه ذلك وإنسومنيا بينما اذا صار البرasympathetic هو اللي بلي دومينانت على السمبثاتي او نورمال ما فيسيولوجيك اللي قاعد احشي ممكن شي صير عدنا يصير العكس يصير براديكارديا زيان تصير الانستان الموتيل تزيد وهكذا يعني مجموعة اشياء اذا هم السمبثاتي والبرasympathetic يعملون بحالة توازن وهما الـ output ما لهم يطلع من lateral horn الممتد من T2 الى L1 هاي النقطة مهمة ليش انا ركزت عليها هاي مهمة حتى بالامتحان مهمة هاي الـ lateral horn كل شي مهم منين يمتد وين ينتهي شنو الـ function مالتو هذا كل شي مهم لذلك انا ركزت على هذه النقطة واريدكم تركزون عليها حتى اذا جيب لكم سؤال بالامتحان مو تقولون ها ها والله اي صح موجودة بالمحاضرة لا موجودة واني ركزت عليها وهي كلش مهمة هاي النقطة كلش مهمة زيان اذا التكمل المالتالي gray matter in the spinal cord here a pair of dorsal or posterior horn dorsal root of spinal nerve is totally sensory fibers اكيد الدorsal بما انو ظهرية هي تعتبر اذا هي تستقبل السنسور fibers اما pair of ventral or anterior horns هي ventral root of spinal nerve is totally motor fibers connected by ما يسمى بال gray commissar punctuated or punctured by central canal continuous above with fourth ventricle هاذا منطيق مقبع منها مشوفك شنو مشوفك هاي gray matter اللي هي edge shape واكو gray commissar هذا يربط ما بين left والright horn طبعا كل horn left يتكون من anterior horn posterior والright ايضا يتكون من anterior و posterior اللي يربط بياناتهم هو gray commissar بنص gray commissar اكو فتحك انها central canal هذه الداخل هي CSF طبعا هذه على امتداد على طول spinal cord يعني تصعد الى الاعلى تصل الى منطقة يسموها fourth ventricle ايه بعدين راح ميجي من نشرح CSF اكون شي اسمه ventricular system بالbrain two lateral ventricles بعدين يتوصل مع شي اسمه third ventricle بعدين third ventricle يرتبط بالfourth ventricle هذا يسمونه ventricular system هو system اللي يصير CSF يصير circulation بداخل هذا ventricular system CSF cerebral spinal fluid فالcentral canal of spinal cord تكون filled with cerebral spinal fluid يعني بداخل هسائل نخاعي شوكي وامتدادها إلى الأعلى يوصلها إلى منطقة fourth ventricle التجويف الدماغي الرابع الwhite matter الwhite matter of spinal cord هي surround مثل ما قلنا ل grey matter يعني اللي بنمص grey matter واللي محيط به هي white matter consist of bundles of axons يعني شون نقول عدد شبير حزم 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 من axons يعني شون واحد شايفين الوايرات مع التليفونات الأرضية السابقا إذا شايفيها تجي حزم الوايرات اللي بداخلها أكو حزم يعني هو أكو غلاف خارجي cable تفتح هذا cable وبداخله تلقى حزم من الوايرات أشكال وألوان ملون كل يعني شيء فهذه الwhite matter small spinal cord أيضا هي عبارة عن حزم bundles of axons حزم من axons that course up and down the cord and provide يعني a way of communication between different levels of CNS هذه الحزم مال nerve fibers أكو بيها تمتد من الأعلى إلى الأسفل سفال كودل تنقل الإعازات من الدماغ إلى spinal cord وأكو بيها لا أكو كود سفالي from downward upward تنقل إعازات convey the signals from downward upward هاي شي يسموها هاي النازلة من البرين إلى spinal cord يسمونها descending tracts descending tracts هاي راح اتمر عليكم كلمة tracts كل اتمر عليكم بالأنتومي اتمر عليكم بالفيسيولوجي بالهستولوجي التract هي شنه التract هي bandles حزم يعني bandles of axons with same common origin and destination يعني هي حزم من ال axons إلها common origin طالع من مكان معين وإلها common destination تنتهي في مكان معين إذن تبدأ في مكان وتنتهي في مكان فإذا كانت نازلة من من الس س ربرا الكورتكس إلى السباينال الكورتكس ومن تهي بال السباينال كورتكس بادية بالكورتكس ومن تهي بالس باينال كورتكس إلا التكتم أو مدبرين سباينال سريبلر تروح إلى السريبلم تنقل السيغنال الإشارات العصبية سباينال كورتكس من السباينال الكورت إلى السربر الكورتكس إذن البندل الزف ويت أو axons اللي هي الويت ماتر يسموها tracts يسموها tracts إذن اللي tracts هي bandles of axons with same origin and destination تبدأ في مكان وتنتهي في مكان طبعاً أكو ثري types of white matter زيان من يقدر يقول لشنية types of white matter ها تسمعوني types of white matter ممتاز 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 نحن بالفيسيولوجي شنقول عليهم نقول عليهم vertical اللي هي ascending tract والdescending tract تسميهم vertical white matter أقول association اللي هي شنسوي association communicate which part of brain يعني right to left anterior to posterior لو شنو association white matter أو association fibers fibers الاسsociation السوي communication in which parts of brain right to the left to the right anterior to the posterior posterior to the anterior anterior cortical area بالcerebral hemisphere بنفس ها زين كاتجاه كdirection تربط right to left anterior robo posterior بنفس الاتجاه يعني زين أكو example عليها association تعرفين example association white matter structure example عليها بالبناء corpus colosum corpus colosum إذن بما أنها corpus colosum تربط right بالleft والleft بالright صح لو مصح superior longitudinal no corpus colosum corpus colosum هي تمتد من الright هي طبعا corpus colosum is the biggest bundles of nerve fibers يعني تعتبر أكبر حزمة من nerve fibers تربط right side of the brain بال left side وتربط left side بال right side يسمونه association fibers أو association white matter زين أسألكم سؤال clinical clinical إذا corpus colosum صار بها injury أو trauma تأثر علينا إحنا كبشر كأشخاص تأثر علينا لو لا شون تأثر إذا واحد جابو لك شخص يقول لك هذا بين الright والlift شي صيب إيه إذا ما صار communication بين الright وال lift عمليا إنت من يجي عليك المريض يقول لك هذا عنده trauma زيان التrauma ما تصير سبحان الله بالcorpus colosum مغروبة corpus colosum صار بها trauma سواء hemorrhage schemia شوف صار بها head injury وصار trauma المهم whatever whatever the cause if صار injury بال corpus colosum أو trauma بال corpus colosum الشخص من يجيك شين مشكلته شي عاني هذا الطب هذا التطبيق المال الفيسيولوجي العناتومي هنا دكتور mental disorders شيصي بيه mental disorders لا المنتل غير شكل حبيبي المنتل غير شكل لا 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 تروح بعيد رح تبعيد كلش احنا قاعد نحتي missiological يعني motor قاعد نحتي motor function association و communication المنتل غير شكل شغلة عقلية لا لا لوسط الوصف بين بايلاترال همسفير ايه منصار وصف الوصف ما بي البياترال الهمسفير يعني 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 الاعازات السيجنال ما رح تصل من الرايت الى الليفت او من الليفت الى الرايت هو المريض وش رح يصير عنده يعني شين هي حركة الشي يصير بيه شلل يصير عنده لا سودو بلبر يعني تعرف شنو سودو بلبر بلسي تعرف ها ما قارح لا لا بعيدة كلش كلش بعيدة لا لا بل بربلسي موضوع اخر كلش بعيد لا 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 دقيقة دقيقة خلوا ورحلكم انتو قاهرين بس ظاهر يعني مشتتين ليس بتركيز والمواضيع بداخلها بداخلها عليكم لان المادة صعبة بداخل المواضيع عليكم دقيقة دقيقة هي بما انها الكوربوس كولوزم هي باندلس بيك باندلس اتوصل ما بين الرايط لليفت سايد اف دقيقة احنا شراح يصير ما راح يصير بيها ترومة راح يصير ما راح يصير توصيل من الرايط الى الرايط فالمريض بكل بساطة من يجي شراح يسوي تقول للمريض اي اي شي عندك قطعة معدنية عندك اي قلم اي شي انطي قل له هذا القلم حول من ايدك اليمين الى ايدك الاسار ما راح يقدر يحول القلم او من ايدك الاسار الى ايدك اليمين ما راح يقدر لانه بكل بساطة الاسوشييشن نير فايبرس انضربت ما راح يصير ما بين الرايت سايد والليفت سايد والليفت سايد والرايت سايد هذا اللي راح يصير عند المريض بكل بساطة انه من تنطيع اي حاجة تخليها بايد اليمين او بايد الاسار يقول حولها الى ايدك الثانية ما راح يقدر يحولها ما يكون موضحة الصورة وصلت نعم تمام وردة حلو هسا نجي الوائد كله بالمناسبة قلنا اكو vertical اللي هي descending وascending track واكو association تربط ما بين الرايت والليفت والليفت والرايت اكو بعد نير فيبر سوي ربط ما بين الانتيرو والانتيريار والانتيريار شي سموها يسموها قوميشرال قالت عليها زميلتكم قوميشار قوميشيرال اللي تربط ما بين الباستيريار عبارة عن عملية عملية ربط مكثفة يعني ربط مكثف حتى شنو حتى تستمر الاشارات العصبية بالانتقال الى كل اجزاء ال نير والسيستم اكو نقطة كلش مهمة نقطة كلش مهمة بالاضافة الى كل هذا التمييز وهذا الشيء يعني اللي مختلف تماما بالجهاز العصبي الجهاز العصبي بميزة يسمونها شون كومبيوتينج باستماعي باستماعي نير باستماعي الانتقال يعني الاشارات العصبية اكو بيها اكو بيها اكو بيها اكو بيها انكوشيس تنتقل خصوصا الانكوشيس تنتقل من كافة اجزاء الجسم وين تروح تروح الى البراين باستمرار وبدون ان انحس بيها يعني على سبيل المثال انت قاعد تمشي في مكان والدنيا ظلام جو اضوام وماكو اضاءة مطفية الكهرباء وقاعد تمشي في مكان انت خلال انت منتبع على اقدامك على رجليك انه وين راح تدوس وين راح تحرك رجلك لا ما منتبع انت قاعد تمشي السيجنالس الاشعارات العصبية هي تنتقل تروح تروح وين تروح الى السيري باللم وتروح الى البراين حتى يبدين او يحافظن على حركتك بانتظام و باستمرارية يسمونه كمبيوترايزيشن باستمرارات العصبية باستمرارات العصبية ستنتقل يعني السيجنالس تنتقل من اجزاء الجسم عن طريق و تروح الى السيري باللم و الى البراين حتى يحافظن حفظن 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 احفظنا مع بين اجزاء الجهاز العصبي سواء الجهاز العصبي المركزي او جهاز العصبي الطرفي البرراثرال Medical System زيت هاذي الuguayet matter بالaspinal cord ايضا من الى تقسيم بالنسبة لتكسيم تتقسم الى قبل مساعدة الى tracts اكو بعض التكسبوك سوي لها classification سوي لها classification الى dorsal column and lateral column and anterior column. هذي الكلومن اكو بداخل الى tracts. يعني جموعة tracts تجتمع سوية تسوي column. زيان? فاكو شي اسمو dorsal column واكو شي اسمو anterior column اخافي مر عليكم. وLateral بعض التكسبوك ستسوي لها classification الى two column. dorsal column وانتيرو lateral column. ليش? لانو الانتيرو واللاترال اكو بيناتهم مشتركات. يعني اثنيناتهم less myelinated. اثنيناتهم السيجنالس تكون less rapid than dorsal. زيان? اثنيناتهم ينقلون sensations ممكن ان ينقلون نفس sensation. او sensations متقاربة. فلذلك من جوسفو classification قالوا الكولومن of white matter is divided into or is classified into dorsal column and انتيرو الاترال كولومن. وسووا مقارنة بين الدorsal والانتيرو الاترال. حتى بعض التكسبوك يسميه system. دorsal system. وانتيرو الاترال system. الدorsal system. شي سوي الدرسال system. الدرسال system يكون highly myelinated. بينما الانتيرو الاترال system يكون less myelinated. الدرسال system يكون يعني ينقل السيجنالس رابدلي بينما الانتيرو الاترال less رابدلي than the dorsal كولومن. فاخاكتمر عليكم ان اكوهيش classification درسال كولومن أو درسال system. انتيرو الاترالي كولومن أو انتيرو الاترال system. ال ايج كولومن is filled with named tracts or fasciculi. فيبارس with similar origin, destination and function. اذا هذي الكولومن الالكولومن الدرسال كولومن والانتيرو الاترال كولومن اكوب داخلها أتراكتس أكو بداخلها شنو؟ أتراكتس أكو بداخلها تراكتس فإذا مجموعة التراكتس يسموهن شي يسموهن كولومين أو بعض الكتب يسموهن شي يسموهن يسموهن فانيكيولي والتراكتس اللي بداخلها يسموهن فاسيكيولي يعني هاي مصطلحات ممكن انه تمر عليكم خلال قراءتكم للموضوع ظهان هسا؟هنجي يسوف شين ye ہے التراكتس اللي موجودة بالدرسال الكولومين وشيني przestراكتس اللي موجودة بالانتيرو في الاترال كولومين طبعا بصراحة اني اكو يسوف اشياء ممكن امر عليها في سرعة او اشياء لا اوقف في همها الاشياء اللي اوقف في همها هي هاي المهمه ال accepts اللي اريدكم تركزون عليها بالامتحاد لانه هاي كلش مهمة ظهان فهستا نجيي نشوف هذا الدرسال كولومين شنو اللي موجود بي يا تراكت موجودة بي شنو يا تراكتات اللي موجودة شنو هو السنسيشن اللي ينقل هذا الدرسال كولومن زيان شنو طبعا بالمناسبة الدرسال كولومن ينقل من الأسفل إلى الأعلى يعني الموفمت أمسينا تكون from downward upward from downward upward وهو مسؤول عن نقل السنسيش التالي deep touch, visceral pain vibration and proprioception هذاني الأربع شغلات الفورسنسيشن طبعا هذاني general sensations هذاني المسؤول عن نقل هن هو الدرسال كولومن زيان هذا الدرسال كولومن من ينقلهن ينقلهن عن طريق يا تراكتات اللي تراكتات اللي تنقل هاي السنسيشن يسموه فاسيكولوس غراسلوس and فاسيكولوس كونتوس which carry signals from arm and leg بعدين decastation of second order neuron in middle leg, third order neuron and thalamus which carry signal to the cerebral cortex شوفو راح يمر عليكم مصطلح الفيرست اوردر والسكند اوردر والثيرد اوردر والثيرد اوردر والثيرد اوردر زياني وراح يمر عليكم مصطلح الديكاستيشن زياني راح يمر عليكم مصطلح ديكاستيشن اريدكم تعرفون هذه الاشياء من ينجي تسميته ليش جيت تسميته طبعا الفيرست اوردر هو الاعاز الاول اللي يمتد من الرسابتر من الرسابتر الى نهاية الاعاز الى نهاية الاعاز طبعا هذا يختلف 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 من كولومن الى كولومن اخر يعني يعني بالدرس والكولومن الفاسيكولس جراسلس والفاسيكولس كنيترس اللي مسؤولة عن نقل الاحساس باللمس او الالم او الفايبريشن او البروبريوسيشن الفيرست اوردر الاعاز الاول ما لها يبدي من الرسابتر وينتهي وين وين ينتهي سكند اوردر نيورون ينتهي بالمدلة يعني بالبرينستام يعني الفيرست اوردر الاعاز الاول اللي ينقل الاشاء العصبية راح يبدي من الرسابتر ويستمر الى المدلة يا الله يسلم البريد شايفين هذول العدائين مال البريد اربعة في ميت متور تتابع يركض اول واحد ويسلم البريد الى الثاني والثاني الى الثالث والثالث الى الرابع ويكمل الرابع الى النهاية نفس الشغلة هنا الفيرست اوردر نيورون بالنسبة للديب طوش والفيزرال بين والفايبريشن والوبروبريوسيبشن اللي تنتقل عن طريق الفاسوكولوس غراسلوس والفاسوكولوس الموجودة بالدرز الكولومين الفيرست اوردر يستمر من الرسابتر يعني من صار شك كمال دنبوس ألم او قلو نقول هذا فيزرال بين ما له علاقة صار انتستاينال يعني دستينشن طاحد امعاؤه اتحركت صار عنده ألم ميعوي هذا الألم الميعوي ما راح ينتقل من الرسابترات اللي موجودة بالوال اوف انتستين يستمر اللي عاز ينتقل بالفيرست اوردر الى ان يصل الى المدولة بالمدولة يسلم اللي عاز وين الى السيكند اوردر والسيكند اوردر ياخدها وين يروح بها يروح ياخدها الى منطقة يسمونها ثلمص اللي هي عبارة عن كليكشن اوف غريماتر كليكشن اوف غريماتر تعتبر كنسدر از اريل وي فور اول بدي سنسيشن اكسبت اول فاكشن يعني كل الاحاسيس بالجسم تمر من الثلمص تعتبر محطة it is a relay for transportation or passage of all body sensations except all faction يعني كل الاحاسيس اللي بالجسم لازم الاشارة ما لتتمر عن طريق الثلمص ما عدل شم حاسة الشم الوحيدة اللي ما تمر بالثلمص اذا السيكند اوردر الاحاسيس اللي مسئول عن نقل الاحاسيس احاسيس التوج والبن والفزرالبن والفايبريشن والبروبيروسيبشن السكند اوردر يبدي وان يبدي بالمدلة او بلانقاتها الي هي جزء من البراينستيم راح نجعلها بعدين بالمحضرة الجاية وتاخذ السيكنال وين توصله الى الثلمص بالثلمص ينتهيبوه السكند اوردر الاني عازة الثانية يبدي الاني عازة الثالثة ثيرد اوردر نيرون ويستمر third order neuron upward إلى أن يصل بالنهاية إلى cerebral cortex. طبعاً مو كل الأحاسيس أو signals تصل إلى cerebral cortex. لا. أكو بيها ما تصل. أكو بيها يسموها subcortical. راح أتمر عليكم. هذا ما نشعر بيها. لا شعورياً. يعني مثلاً. مثلاً. من أقدر نطين example على شيء subcortical. ما نشعر به. أنا نطيكم example. مثلاً. Blood pressure. Regulation of blood pressure. تحسون بي regulation of blood pressure? لا. ما نحس به. هو الجسم physiologically. سواءً يفرز هرمونات أو عن طريق neuronal signal. عن طريق receptors اللي موجودة بالcarotid arch وبالcarotid sinus وبالother side of the body. أكو receptors خاصة مسؤولة عن regulation of blood pressure. وتنتقل signal عن طريق عصاب مثل الجوصفارينجيل وعن طريق الفيغاس نير. هذي subcortical احنا ما نحس به. فهذي الأوردر نيوران والدها ما تصل إلى السيربرال كورتكس. اللي يصل إلى السيربرال كورتكس الأشياء اللي نحس به consciously. يعني من مثلاً. قاعدة اشتغل في شغلة وشكني دنبوس. اعتيادها يراح حس بيها consciously. إذن الإحساس ما لا راح حصل إلى السيربرال كورتكس. مثلاً. regulation of blood pressure. أنا ما حس به. صح? regulation of heart rate. الheart rate نورمالي. أنا ما حس بالهارتريت. يزيد. ينقص. ما أقدر. أنا هذا الشيء أوتونميك. ما أقدر أتحكم به. فهذه الأشياء اللي اللي هي conscious تصل إلى السيربرال كورتكس. اللي هي subconscious. إحنا ما حسين بها. هذه ما تصل إلى السيربرال كورتكس. زيان. فإذن نرجع. الدرسال كولومين بها two tracts. يسمونهن ascending tracts. لأنه ينقل sensation from downward upward. زيان. أسمائهم فكل الله كونيتس ينقل sensation من الارم والليكس. يا sensation ينقل ممكن ينقل نديب touch و vibration و proprioception. بالإضافة إلى هذا أيضا ينقل الفيزرال sensation. الفرست order ما الهوان ينتهي؟ ينتهي بالمدولة. سيكند order يمتد دنيا يمتد من المدولة إلى الثلامس. والفرد يصع صعودا إلى السيربرال كورتكس. يصير به هديك نعم يصير بها ديكاسيشن. وين الدكاسيشن of second order in your own وين يصير يصير بالمدولة. شنو ديكاسيشن؟ من يقدر يقولي شنو ديكاسيشن؟ دكتور؟ شنو ديكاسيشن؟ دكتور يعني أنه الأحصاب رح يعني يصير بها انتقال من الإحصاص من ال right side رح ينتقل إلى left side أو left cerebral cerebral يعني يصير بها crossing نعم بالضبط التقاطع يسمونه crossing يسمونه crossing either from right to the left or from left to the right طبعا level of crossing ما معروف حسب التراكت أكو تراكت يصير crossing بال spinal cord مثل هسا رح نجعلها spinal ثلام كتراكت اللي هي مسؤولة عن نقل الإحساس بالألم هذه crossing رأسا يصير بال spinal cord يعني من الطب السنسور nerve fibers إلى dorsal horn of spinal cord من الطب داخل spinal cord رأسا يصير بها crossing تروح إذا هي جاية من الرايط واحد ما تشكوك ايده بدأ نبوس بالرايط سايد تروح إلى اللي سايد وإذا ما تشكوك من اللي سايد يصير بها crossing تروح إلى الرايط سايد بينما أكو other tract أو other sensations الصغير ما يصير بال spinal cord الصغير يصير بالمدلة بالbrain stem أو يصير بها فوق سنعرف إذا صارت تروح مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال هذه ما لها بالمدلة إذا صارت التروح أعلى من المدلة راح يصير الدفكت سايد معين وإذا صار بالمدلة